محمد صلاح سلطان برا عامل رحلة لسناء سيف عمشان تشتم في مصر في الكونجرس وغيره 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 النهاردة منظمة بتاعة محمد صلاح سلطان بتجمع تغربات في امريكا عشان برطة بتاعة تهاجم مصر وكذا 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 شوفوا الجماعة بتوع الانركية والجماعة بتوع 6 ابريل والجماعة مين وجماعة مين شوفوا بقى النهايات الطرفية اللي كانت موجودة في مصر اللي بيشتموا بالبلد وهيجوا الرأي العام وغيره وغيره احنا اقتصاد مش قوي لكنه مش ضعيف احنا بلد بنعافر البلد بتعافر عشان تعيش وتستمر لكن في ناس عايز ايه اللي بيهاي جديني عايز ايه يعني انت عايز توصل ايه اللي طالع بتتكلم واللي طالع بتتكلم بشكل رقيع جدا انتوا عايزين ايه من البلد طب انتوا عايزين تعملوا ايه يعني انتوا عايزين تولعوها عايزين تخربوها عايزين تعملوا ايه ما انا عايز افهم أنا نفسي أكلم هؤلاء إنتوا عايزين إيه اللي طالع بيقول لك البلد إيه البديل حضرتك إنت عايز البلد مش عاجبك إيه البديل حضرتك إنت هديب مين وسلوى تنزل ما إيه ده من السماء السماء لا تنزل مواد دلوقتي السماء لا تطم ترزهب ولا فضة لازم نشتغل ونعرق ونصبر ونتحمل ده ألمانيا ولا روسيا في الحرب العالمية قاعدوا يأكلوا بطاطس قد إيه بس بطاطس بس إحنا النهاردة بنتكلم عندنا حزب البامية وحزب الوراء العنب وحزب كذا مش ممكن شيء مش ممكن شيء لا يتصور عقل كيف لنا أن نتعامل مع قضايا بقاء دولة ودولة وطنية بهذا الشكل مش ممكن